النهاردة الرسائل اللي جاتلي من جماهير نادي الزمالك العظيمة المحترمة ان انا طلعت الفجر عشان حفاظا على استقرار النادي ومنعا لانتشار شائعة خبر هروب كارتلون ده كان يتنفي امد؟ كان يتنفي يوم ما يتنفي بدري تنفي على الظهر الساعة 2-3 الظهر يا كينا فتولك 5 وربع الفجر وصحيت لك المترجم سوري وكيلو وطلع نفع معايا الكلام ده حفاظا على استقرار النادي الرسائل اللي جاتلي والمتح اللي جالي من جمهور النادي الزمالك المحترم بصراحة أسام على صدر طب النهاردة البيان ده اللي بيعمله أسامة نبيه بيسلم الإدارة للجمهور طب اللي بيعمله حسام المندوه بيسلم عاوز رضاء الأعضاء عليه عشان يديروا أصوات انتخابية مش مهم من نادي تخش موارد مالية بيكلمة بكل أمانة طب حسام المندوه راجل ملياردير اتبرع بيقلي النادي ولا حاجة ولا حد دفع غرهاني بيرزي طب ناديكيو ناديك وفتحنا ما بالتبرعات عملت كامل التبرعات ولا نعلم ولا نعلم أنا بقولك وجهة نظري الشخصية فيما يدور وفي محاولة أسامة نبيه يعني الإساءة لمجلس إدارة نادي الزمالك وتسليم مجلس إدارة نادي الزمالك للجمهور وبيسلمه كده للجمهور طيب النهاردة عقد الكابتن حسين لبيب رئيس النادي اجتماع مع مستر باترس كارترون في حضور فاروق جعفر وآخرين محسين السيد وإلي كان موجود ويعرفوا إيه مشاكل الفرقة وإلي بيحصل في الفرقة وإلي بيجرأ الفرقة ثم اجتمع باللاعبين اللاعبين عندهم كلام منطقي عندهم كلام منطقي بيقولوا إيه اللاعبها برضو إحنا لو وقدين طرف الإدارة 100% ولا طرف اللاعبها 100% ولا ضد أسامة نبيه 100% إحنا بنقول دا وده فأسامة اللي عملوا غلط طيب اللي قالوا اللاعبين إيه اللاعبين تسألوا أسئلة بريئة انتوا بتقولوا الكورة تصرف على الكورة ما قلنا لكش هتلينا فلوس من بره خلت بالك فين الـ 11 مليون بتوقع عارق كريم بامبو اللاعبها بتسأل حسين لبيه طيب فين الخمسة مليون الإعارة لمحمد صبحي هذا 16 فين الخمسة مليون الإعارة لأسامة فيصل هذا 21 فين السبعة مليون الإعارة لمحمد عبد السلام هذا 28 فين قيمة إعارة عمر السعيد ومحمود عبد العزيز أو بيع عمر السعيد ومحمد عبد العزيز لو إعارة مش هيقلوا الاتنين عن 18 مليون اللاعب تتكلم في 38 مليون طيب لو بيع دخلت في 45 مليون هما بقلع عيبة بتسأل حسين لبيب فين فلوس يعني الكورة دي فلوس الكورة فلوس جاي من الكورة مش فلوس جاي من الإدارة فلوس جاي من الإدارة مش جاي من الإدارة جاي من الكورة وقدتوها فين ده اللي بيسألوا نجوم الكورة في اجتماعه ومع كابت الحسين لبيب وبيسألوا عن مستحقاتهم وهذا حق لهم ماشي لكن في نفس الوقت هما بيعترضوا على التعاقد مع حمد النقاص وعلى أن حمد النقاص خد 50% من مستحقاته 350 ألف دولار طب الراجل وفر على النادي مليون و 350 ألف دولار يعني وفر على النادي 20 مليون بازا التعاقد واللعيب لعيب مميز وبتحل مشاكله والناس ما بتقفشه وميشي ليه ومين اللي مشاه ومين اللي طفشه ومش عارفين إن النادي عليه أحكام ب17 مليون دولار يعني ده خلف 300 مليون جنيه طب النادي هيجيبهم من ايه طب اللي غرق النادي الغرق السودة دي هما بيحاولوا يحلهم فناس يقولك شمعنا حمد النقاص خد فلوسه من لعيب وفين مكافئات لكن مشكلة المشاكل مشكلة المشاكل مش في فلوس مش في المكافئة مشكلة المشاكل في الضرائب وفي خصف نسبة التنمية بيقولوا النادي يشيل حسن ليه بيقولوا ما ينفعش النادي يشيل ما ينفعش النادي يشيل النادي يشيل ليه دي لو أنا شلتها تبقى مخلفة علي طب اللعيبة قالوا مش نازلين تدريب ولا رحين سكندريغ لما ناخد مستحقات طالما دفعت الحمد النقاص وطالما دفعت الكارترون تدفع علينا ربما ربما في وجه نظر اللعيبة ان ينعيش عيشة فل ينموت احنا كل يا كلنا نقبض يا كلنا ما نقبض ولا يدركون ان فيه ناس لو ما قبضتش هتمشي ما احنا قلنا رسم تنمية الموارد 3% والضرائب والحكاية والرواية وبتتخصم بأصل راجعي من ستة عشرين عشرين فبالتالي جاملة مبالغ كبيرة على العيبة فالأيبة بتقول لي احنا مش عايزين ندفعها ادفعوها انتو ادفعوها انتو فهنا الادارة تقولك ما قدرش هدفع لان دي تعتبر مخالفة علي لا يتوديني النيابة وتحبسنا طب اصلحنا كان الادارة السابقة او المنتخبة ادونا وعود روحوا لهم يجبوا الوعود بتاعتكم في وعود وفي كلام اسما فيصل راح البنك الاهلي مو كريم بامبو راح البنك الاهلي بس راح انتقال نهائي بحيطاشر مليون اسما فيصل راح اعارة بخمسة مليون ومحمد صبحي راح فيوتشر بخمسة مليون وعشرين مليون بنيت البيع محمد عبد السلام راح للاتحاد وامر السعيد ومحمد عبد العزيز راحين فيوتشر ماشي فاللعيبة محقق ان احنا عزين في الوسطن مش محقق انها تقول رسم التنمية والدرايبة انا ما ادفعهمش لا كل واحد يدفع درايبة وتأميناته النادي يدفعلك ليه مش العقد شريعة المتعقدين انت اللي بتتحمل درايبك كمواطن ليه عاوزين تحاسسونا ان اللعيب الكرة على رسه ريشة سواء في اهلي او في زمالك او في اي حد انت مواطن تدفع درايبك زيك زي الناس تدفع درايبك زيك زي الناس ما فيش عراسك ريشة ليه انت محتاج النادي يدفعلك الضريبة ادفعها لنفسك يا بي ادفع درايبك لنفس طيب فده موضوع من حالات الغضب اسباب اللعيب بقولها لك بكل امان فيه جانب تاني عند اللعيبة عمل لها غضب وهذا الامر ايضا هم محقين فيه اللي محق فيه بقولك محق فيه مش محق بقولك مش محق ايه اللي محقين فيه قالوا له قالوا الحسين بلبيب هو انت رايح تجري ورا لعيبة انتهت اكلينيكيا انتهت اكلينيكيا وسيب عندك لعبتك لم تجدد لها جاي بحمد النقاز من برا تشتريه وتدفعه لمقدم تعاقد وعندك طريق حام وعندك محمد ابو جبل وعندك عبدالله جمعة وعندك مستوى فاتح ما جددت لهومش لا عمر السعيد ماسي رايح فيوتس ما جددتش لدول وبتجري ورا عبدالله السعيد ودونج وطالع على الهوى بتقوله الكلام ده وقناة النادي بتقوله الكلام ده دون حقوقنا مش عايزيننا يعني احنا نمضي الفرق اخرى ولا تتعاملوا معنا باحترام زي ما النادي قالي بيعمل لعبته باحترام وبيمضي معاهم من قبلها بسنة وبيجدد لهم بكل احترام وبكل تقدير لو مش عايزيننا قولونا عندنا عروض ونمشي فيه انتقالات يناير كان كابتن طريق حامد غضبان جدا وعنده حق عنده حق ماينفعش اسيب النجوم دولة عندي ها واروح ابقى بدور على اللي بره بس ماينفعش عامل شوب عبدالله السعي حق ربنا بقوله واسيب طريق حامد وعبدالله جوم مع مصطفى فتح ومحمد ابو جبل ما جدد لهمش فاللعيبة محقة في هذا الجانب ان انتو يعني مش عايزيننا بتجيبوا غيرنا شايفين في ناس تاني احسن مننا طيب احنا لو جلنا عروض نمشي وهكذا وهكذا فاللعيبة محقة في بعض الامور وغير محقة في امور اخرى لكن يبقى ان القعدة كانت عاصفة والاجتماع كان عاصف وحسين بك لبيب وعد بحل الامور المالية وعد بحل الامور المالية وصرف المكافآت خلال الاسبوع المقبل وموضوع القرد بتاع محمد الاتريبي من بنك مصر وقف وقف قالك ده ما دفعوش القرد اللي قبل وقف فيه عشرين مليون جنيه هتاخد قرد على قرد طب انتو كنتوا اخدوا بضمان العدويات والعدويات تم تزددها هتاخد ده بضمان ايه رغم انه رئيس مجلس الادار عنده البنك المركزي بيحزبه وعنده فيه ناس بتحلم بالوثوب الى كرسي ادارة نادي الزمالك بتبعت فيه شكاول محافظة البنك المركز اتكلمك بكل امان ناس زمالكوية مش عاوزين الملك بتمشي مش عاوزين زمالك يافع رجلية ولا يصمد فبالتالي ده امور وازمات ومشاكل يتعرض لها نادي الزمال والسبب فيها هم ابنائهم الذي يبحث كلهم منهم عن مصلحته الخاص يبقى اسامة نبيه انا بلوم على كابتن اسامة نبيه بقوة على اللي عمل لان اسامة عائل واسامة متزن واسامة مفترض فاهم اللي بيحصل واسامة لو عاوز يمشي مع الف سلامة بس مش بالشكل ده خالص مش بالشكل ده انت نجمي كبير انت حد مهم ومؤثر انت حد مهم ومؤثر والله العظيم انا ما عرف اعمل ايفل بس الناس كلها بتاعة سنترال مصر الجديدة كانوا موجودين هنا المهندس